موافقة طهران على الاتفاق النووي مع المجتمع الدولي لم تكن بالقرار السهل فالشروط المفروضة عليها أعاقت برنامج طهران النووي لمدة 15 عاما لكنها لم تلغه بعد 17 يوما من المفاوضات تخلت طهران عن كل ما رفضت التسليم به في السابق ومن أبرز هذه النقاط الخلافية التزام طهران بتخفيض عدد أجهزة الطرد المركزي من 19 ألفا إلى خمسة آلاف جهاز فقط التزام إيران بخفض مستوى تخصيب اليورانيوم من 20% إلى 3.7% تقليص حجم مخزون اليورانيوم المخصب ونقل 20% منه إلى الخارج وسيسمح الاتفاق بالتحقيق في نشاطات إيران النووية السابقة والراهنة كما نصل اتفاق على دخول المفتشين موقع بارشين العسكري وتفتيشه رغم اعتباره من خطوط المرشد الإيراني الحمر لاعتباره منشأة عسكرية حظر استيراد وتصدير الأسلحة على إيران سيبقى قائما لخمس سنوات على الأقل والعقوبات الأممية الخاصة ببرنامج إيران الصاروخي لن ترفع قبل ثماني سنوات قبول إيران بتحويل مفاعل فوردو مركزا لأبحاث نووية ووقف استخدام أجهزة الطر الموجودة فيه العقوبات الاقتصادية والمالية ستبقى قائمة إلى حين صدور تقرير الوكالة الذرية في دسمبر المقبل وسيتم رفعها تدريجيا من مطلع العام المقبل العقوبات ستعود تلقائيا إذا طلبتها أي من الدول الست الكبرى الاتفاق يعيد فرض العقوبات خلال خمسة وستين يوما إذا لم تلتزم إيران بتنفيذ بنوده المشروع النووي الذي صرف عليه المتشددون مليارات الدولارات وأخضع إيران لعقوبات اقتصادية صعبة أثرت على الحياة المعيشية للإيرانيين لعقود طويلة بعد توقيع الاتفاق المشروع هذا يصبح في خبر كان عمر حرقوس العربية